عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال إنه به بواسير قال بي بواسير فكيف أصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الحديث دل بمنطوقه على أن المريض يصلي كيف ما استطاع ما تقول شهد المريض الآن هو مشلول ولا ما عنداش قدع الحركة وصقطت عليه الصلاة لأنه لا يستطيع أن يقف قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذه دلالة منطوق ودل بمفهومه على أنه يصلي بالنجاسة ولا حرج عليه إذا كان ما يستطع يزيلها لأن لما قال بي بواسير شمع البواسير البواسير معروفة البواسير وهو ورم يأتي في المقعدة وتخرج مننا مادة يخرج مننا الدم ويخرج مننا الصديد ويخرج مننا كذا هل قال له لا أنت لا تصلي حتى تنظف نفسك ثم بعد ذلك صلي لا قال له على طول أمره أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فوجود النجاسة ولا عدم القدرة قدرة المريض على أن يتحرك أو يقف أو يتوضى بنفسي عدم قدرته على ذلك لا تسقط عن الصابر ومكلف وسيحاسب عليها